أعلنت نيكولاس ترجن رئيسة الحكومة الإسكتلندية وزائمة الحزب الحاكم الحزب الوطني الإسكتلندي أعلنت في الثلاث عشر من أذار مارس أنها تريد تنظيم استفتاء جديد على الاستقلال في نهاية 2018 أو مطلع 2019 مشيرة إلى أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد يمكن أن يؤدي إلى إلغاء عشرات الألاف من الوظائف في إسكتلندا كنتيجة للتصويت على البريكسيت فندري أن التغيير الآن أمر لا محالة منه لكن شأنه ينرط بأي نوع من التغيير الناجع لإسكتلندا وينبغي أن يتخذ القرار لنا ومن طرفنا أيضا لكن رئيسة الحكومة البريطانية تريزا مي ردت عليها قائدة إن هذا ليس الوقت الجيد لتنظيم الاستفتاء في حين ستخذ المملكة المتحدة لمدة عامين مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي وكانت لندن أعلنت أنها ستطلق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من أذار مارس الحالي بينما نقوم بتفاوض لمغادرة الاتحاد الأوروبي فإن يريد التفاوض على اتفاق يناسب المملكة المتحدة برمتها بما في ذلك الشعب الاسكتلندي وما أبداه الحزب الوطني اسكتلندي من موقف أمر يؤسف له حقا حيث إنه يضع اسكتلندا على مسهر من عدم اليقين ولا انقسام إلى جانب موافقة البرلمان الاسكتلندي ينبغي يحصل الاستفتاء على موافقة الحكومة البريطانية قبل أن يعرض على مجلس العموم البريطاني وإذا توصلت الحصول على استفتاء جديد فسيكون على استرجن أن تقنع اسكتلنديين الذين لا يزالون منقاسمين وشار ستلاع النشر الأحد إلى أن 44% فقط منهم مع الاستقلال مقابل 51% ضد تنظيم استفتاء في المستقبل القريب